السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية النهاردة إن شاء الله نتكلم عن رسالة مهمة وجميلة للغاية وهي متمثلة في قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآية دي يا جماعة هي تطبيق فعلي لمعنى اللطف بالعبد لطف الله بعبدك تطبيق عملي من صور اللطف هذه الآية إيه معناها؟ في البداية أحب أوليكم قصة لطيفة جدا وكانت سبب من إحدى الأسباب اللي إحنا نختار فيها الآية واحد من الناس ممن أثقوا فيه مر بمشكلة المشكلة دي كان إنه هو معجب ببنت معينة وكان هذا الولد يعني نحسبه من الصالحين وأنا عارفه فبيقول لي في مرة كان معجب ببنت وشايف إن البنت دي هي المثلة يعني البنت المثالية وكان أبوه من الصالحين الأفاضل وفي ذات يوم صاحبنا دوت المشكلة أخدت أكبر من حجمها وبدأ يدخل في نقاش وعراك مع والده مع أبوه الرجل الصالح يعني هو صالح وأبوه صالح وأمه ناس كويسين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله فالمهم هذا الولد في ذات مرة رايح يحتد مع والده بسبب الموضوع ده ورايح له المكان اللي والده بيشتغل فيه ورايح وولده كان ليه كده عادة معينة العادة دي هي أنه دائماً مشغل إزاعة القرآن الكريم بتاعتنا على طول فالولد أول ما دخل عند أبوه وداخل بقى يكلمه في مسألة البنت أنه أنا هتجوزها ويعمله اللي تعملوه وكان صالح وأبوه صالح فبيقول لك وهو داخل عند والده المحل بتاعه مرة واحدة سامع قول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الولد بيقول لي أنا سكت صمت تام سكون هدوء وده كان من أحد الأسباب اللي احنا نعمل من أجله هذا البرنمج رسائل من الله سبحانه وتعالى لعباده في كل موقف لازم كل واحد يلا إرسالة زيدياً فصاحبنا وجد جواباً لنفسه على القصة بتاعته وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وربنا بيختم الآية بجمال وجلال يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون من هنا الولد سكت وسلم الأمر لله سبحانه وتعالى وارتضى بهذا الأمر وسلم على طل والده وخلصت القصة بعد كام سنة الولد ده تزوج والبنت دي تزوجت وظهر له من الأمور الغريبة العجيبة أنه هو حمد ربنا أنه ما تجوزش البنت دي على فكرة البنت مش مسألة أن هي كويسة خالص ليست العبرة في هذا لكن اللي احنا هنتكلم في دلوقتي ده بيمس الواقع اللي احنا بنعيشه البنت كويسة وأهلها طيبين وهو كويس وأهله طيبين لكن الاتنين مش هيمتع توافقه مع بعض ليه دماغ وعقلية وهي لها دماغ وعقلية الاتنين ما ينفعوش مع بعض لا هو أساء للبنت ولا البنت أساءتي له خالص بس ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه ورحمته أنه بيقولك الموضوع ده مش كويس ليك نيجي بقى ننزل للواقع بتاعنا كام شاب وكام بنت عايشين في الوهم كان سيدنا بن عطاء الله يقول ما قادك شيء مثل الوهم عايشين في الوهم في الجامعات دي رسالة أنا بقدمها لإخواني وخواتي بقدم لكم الرسالة دي يا جماعة الخير الموضوع ليس كما تظنون وكما تعتقدون النهاردة الولد عرف البنت مش معاها أو حبها أو هي حبته أو 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 بيظن أن هي فتاة أحلام وهي ده فتاة أحلامي وعايشين للأسف في معصية الله سبحانه وتعالى وفي النهاية ربنا ما بيكمل لهمش ده من لطفة هي وكرمة النهاردة كون أن أنت تدخل عند ناس وترتبط ببنت وربنا سبحانه وتعالى ما يجعلش نصيب بينكما ده مش آخر العالم ده مش نهاية العالم يعني ده ربنا مش رائد علشان عايز لك خير وعايز لك يا كمان خير ممكن البنت دي تكون سيئة الخلق فمش عايز يوقعك في مشكلة ممكن العكس البنت الولد ده مش من عندك ربنا صرفه ليه علشان عاوز لك الخير أنت مش واخد بالك وعسى أن تكرهه أنت بتكرهه النهاردة إزاي الموضوع ده ما تمش والخطوبة ما تمتش ليه إزاي زي بيت البنات ما أنت مش واخد بالك فيما وراء الكواليس الأمور الإلهية التي يريد الله بها لطفا بك عايز يلطف بيك وعايز يلطف بيك فما ينفعش أنتو الاتنين مع بعض فبيصرفوا أو بيصرفها ليه لأمر يريده الله سبحانه وتعالى للأسف بقى لما الأمر بيتطور وبياخد أشكال مش كويسة مثل عقوق الوالدين الأول الولد اللي إحنا ذكرناه في القصة دوت لما كان شاب وكذا وكذا لأنه كان صالح فالتزم أول ما سمع الآية جات له الرسالة والتزم خلاص والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئاً وأشاروا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون طيب لكن إحنا النهاردة بنتكلم في واقعنا اللي إحنا فيه الولد ممكن يضرب أبوه ممكن يضرب أمه يسبها ويسب أبوه والبنت كذلك النهاردة البنت ممكن تنتحر شوفوا إحنا وصلنا لفين يا جماعة مش متخيلين إحنا وصلنا لكوارث البنت علشان أهلها ما وفقوش على الولد لأنه ولد مش كويس فتروح راحة تنط تنتحر ماتت على كبيرة ماتت على كبيرة من الكبائر والولد يروح ياخد سم إيه اللي إحنا فيه ده إيه التربية دي إيه الأفكار دي يا ابني الحلال دا مش نهيت العالم دي مش نهيت العالم إن أنت ما ترتبطش بيها ولا اللي هي ترتبط بيك فرسالة لكم من الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلموا وفي النهاية ما قدمناش إلا حاجة واحدة بس نحسن الظلم بالله قولا واحدا ليه؟ لأن الأمر مش هيظهر لك دلوقتي ما الفين فايدة الاختبار والابتلاء ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ربنا هيختبرك بالموقف ده بعد عنك الأمر دي هتعمل إيه؟ هي دي بقى القصة هتعمل إيه؟ هتصبر وتقول الحمد لله رب العالمين لعله خير ليه لعله خير؟ لأن في المنع في حد ذاته قد يكون عين العطاء زي ما بنعب عطاء الله السكندر بيقوله قد يكون المنع هو عين العطاء يعني إيه المنع عين العطاء؟ ده منع عني رزق خلي بالك الرزق ده لو كان جالك يا ابن الحلال كان رزق حرام كان هيدخل على بيتك حرام المنع إن ربنا يمنع عنك هذا الأمر ده في حد ذاته عطاء ليك أنت بس أنت مش واخب بالك ولذلك ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه بيقولك في حكمة تانية جميلة جدا بيقولك إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله يعني إيه العدم فهمك؟ أنت مش شايف إيه اللي بيحصل وراء الكواليس؟ ده ربنا أبعد عنك هذا الأمر علشان حكمة إلهية عاوز يلطف بيك بس أنت مش واخب بالك وفي النهاية عارف بتعمل إيه؟ بتطعن في حكمة الله للأسف الشديد هي دي المصيبة اللي إحنا ممكن نصده إساء الظن بالله وهو رؤوف بنا رحيم بنا يعني ربنا رحيم بينا ولطيف بينا وإحنا ومع ذلك بنسي الظن بيه لا 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 ده ربنا ما بيحبنيش ليه يا ابني ما بيحبكش؟ وليه يا بنت ما بيحبكيش؟ أصله هو والله ما وفقنيش للولد الفلاني ولا للبنت الفلانية ولا حقق للطلب اللي أنا طلبته منه ولا 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 هو أنت بتظن أو أنت بتظن أن كده ربنا ما بيحبكش؟ أبدا أبدا يحبك حبا طيبا لكن أنت مش واخب بالك هو منع عنك لأنه يحبك منع عنك لأنه يحبك فقد يكون هذا المنع هو عين العطاء وفي النهاية سلم الأمر لمن دبره فلن ترى إلا ما قدره أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام أنتم بخير ونشوفكم إن شاء الله في سلسلة جديدة من رسائل ربانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة